دكتور كيف يمكن الضغط على ميليشيات الحوثي أو حتى معاقبتها على كل ما تقوم به من اعتداءات على المدنيين وأيضا استهداف مصادر الطاقة المهمة للعالم من مجلس الأمن هل هناك من المتوقع أن تكون هناك آليات قوانين أو عقوبات تكون قوية ورادعة لهذه الميليشيات من مجلس الأمن بالتحديد في الحقيقة بأن الوضع الدولي الآن في ظل الحرب الروسية الأوكرانية وما يحدث الآن من أزمة في الطاقة العالمية وارتفاع أسعار البترول يحتم ويجعل من الأهمية جدا أن يكون المجتمع الدولي والأمم المتحدة الآن أن تعي هذا الخطر وأنا متأكد بأن هناك هواجس من هذه التهديدات التي يقوم بها الحوثيون الآن لمصادر الطاقة وبالتالي فإن المجلس الأمن الدولي بإمكانه أن يشرع عقوبات تحت البند السابع على القيادات الحوثية هذا نقطة قيادات يعني عقوبات اقتصادية حظر القيادات ككل ووضعها كحظر الحوثيين كمنظمة وجعلهم مثل حزب الله كمنظمة إرهابية ويتم التعامل معها على هذا الأساس إضافة إلى أن تجفيف منابع الأسلحة دخول الأسلحة لأن هذا ينتهك القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وينتهك كما أسلفت سابقا القرار 22-16 والضغط بشكل أكبر في هذه النواحي قد يوجد نتيجة إيجابية إضافة إلى أن الحوثي الآن يدرك جيدا بأن الفترة هذه هذه التهديدات التي يقوم بها والتي ترتبط بارتباطا وثيقا بطهران أنها لن تفيده كثيرا إذا سقط هذا النظام ولن يجد أمامه سوى الشعب اليمني يحاسبه على ما قام به خلال الفترة السابقة وبالتالي فإن العقوبات الآن لابد أن تنطلق من البند السابع ضد هذه الميليشيا إضافة إلى جانب مهم وهو أن أيضا الشعب اليمني الآن وكما تفضل ضيفك من أبو ظبي المجلس الرئاسي قدم كثيرا من التنازلات لمحاولة أن يكون هناك مفاوضات تكون منطلقا لإنهاء الحرب في اليمن ولكن الحوثي لن يستجيب ونحن نعرف جيدا بأن الحوثي لن يستجيب لأنه يستفيد على دماء للأسف يستفيد من استمرار هذه الحرب وكم الدماء التي تسيل هو لا يهمه الشعب اليمني لا يهمه مقدرات اليمن هو يهمه أن يكون هو الموجود وهو من يحكم وهو من يسلب مؤسسات الدولة وأن يكون هو الواقع من وجهة نظره هو الواقع الذي يسيطر على الدولة وبالتالي هناك جانبين جانب يتعلق بالمجلس الرئاسي وأنا أتوقع بأن ما حققه المجلس الرئاسي وقوات الجيش اليمني في الفترة الماضية تخوله وتعطيها الصلاحية وقوة بأنه يستطيع هو وقوات بالتحالف مع قوات التحالف أن يوقف الحوثي عند حده يعني المجتمع الدولي لن يسكت وقد قلت هذا نفس الكلام في مقابلات سابقة المجتمع الدولي لن يقف لأنه لن يترك مصالحه بيد الحوثي وتهديد مصادر أمن الطاقة هو الآن سابقا لم نجد إيجابية من المجلس الأمن والأمم المتحدة وكذلك بعض الدول الكبرى ولكن الآن عند مصالحهم سنجدهم يتعركون لإيقاف الحوثي وإضافة إلى أن يكون هناك ضغط من الداخل وهو شيء مهم المجلس الرئاسي وأن يتعامل معه ويتعامل مع الحوثيين كند الآن كند يجب أن يوقف لأن ثمان سنوات من عمر هذا الصراع أن أثرت كثيرا على الشعب اليمني ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر